إذن شجر يقدر عمره بأكثر من 1500 سنة ونستذكر دكتور في الوقت الحالي يمكن الفنان دكتور باسم يوسف بأحدى لقاءاته اللي كان عم بجريها لأجل فلسطين وما يحصل الآن كان معه زيت زيتون ليشرح ويقول عن التاريخ والحضارة اللي موجودة بفلسطين والأرض اللي بفلسطين فنحن متجاورين بالبلاد ولكن متجاورين أيضا بالقضية والحب والعطاء لهذه الأرض المباركة في فلسطين والأردن أكيد طبعا هذه الدراسة بخصوص شجر المهراس أنا صغير بس مع زيتون رومي كان دائما بدور في بالي والموروث الثقافي بيقول أن الرومان أيام الامبراطوري الروماني يجابوا لعنا وظل في فكري لما بديت أدرس الزراعة أنه لا يمكن أن يكون هذا صحيح لأنه إحنا يعني بسموها أرض تطور هذا النبات سواء كان قمح أو شعير فبدأنا ندرس أو زيتون أو كثير من الأشجار وكمان حتى في الكتب السماوية كلها أو حتى في الموروث ما قبل السماوي موجود الزيتون موجود فمعقول الرومان أخذ جابولني فكنت أنا معترض داخليا على القصة بدأنا ندرس الجينوم الخارطة الجينية تبين معنا لا أنه العكس صار أيام الامبراطوري الرومانية أخذوا من هون على إيطاليا وإسبانيا زيتون واستطعنا أن نثبت ذلك زيتوننا اللي راح عليهم زيتوننا اللي راح عليهم ومش العكس فقلنا إحنا معترضين على كلمة رومي هذا بلدي بدأنا نبحث عن ما هو الإسم الأنسب مهراس فكان الأسماء اللي موجودة لدى كبار السن اللي نجلس معهم في مناطق متعددة زي عجلون وملكة وإربدة هلأ أسماء هاي القديمة جماعة شو قالوا إنه الشجرة الصغيرة اسمها عود واللي أكبر منها اللي يحيطوها ثلاثة رجال قرعود لكن اللي ما حدا بقدر يحيطها هي خمسة فأكثر بسموها مهراس فقلنا ليش مهراس الجمل الذي إذا جلس على شيء هرسه والسبب الثاني الحجر الكبير اللي بيلف حتى يهرس الزيتون اسمه مهراس فالزيتون لما بتعبي المهراس كامل يعني تفيض بالزيت كانوا يسموها مهراس لأنها كبيرة كبيرة فسمينا ووثقنا هذا الموضوع والآن نحن نعمل على توثيق الأردن طبعا إحنا مجلة أوليفيا تايمز العالمية اعترفت بهذا الاكتشاف العلمي تم تسجيله في مجلتين عالميات من أهم مجلات سواء كان الزيتون أو الجينوم ونعمل حاليا مع وزارة الثقافة ومع عدد من العاملين في القطاع الزراعي قمنا بتسجيل طوابع بريد يعني وزارة الاقتصاد الرقمي مشكورة ورح يصير حفل إطلاق هذه الطوابع يعني فيه على هامش المهرجان حتى نتحدث أنه الأردن أصل للزيتون فلسطين أصل للزيتون منطقتنا أصل للزيتون ولم يأتي إلينا من بعيد لكن هو جاء احنا صدرنا للعالم وهذه البلد وهذه المنطقة كما صدرت الدين كما صدرت الحضارة كما صدرت الثقافة كما صدرت العيش المشترك للأسف في هذه الفترة تصدر الألم وتصدر يعني بصمة ووصمة للأسف على كثير من مؤسسات الدولية التي تتحدث عن الشأن الإنساني ونلاحظ ما يحدث في هذه الفترة وأنا أفتخر بأردنيتي وبأن جلالة الملك يعني موقف حتى سابق المجتمع الدولي فيما يحدث وموقف الحكومة الأردنية في هذه الفترة تستطيع أن تشاهد أنها حتى تسبق الحدث في الميدان والتصريحات واضحة للحكومة الأردنية يعني بكتور نزارة ندامنا نتحدث لدولة الرئيس أو لمعالي وزير الخارجية ولمعالي وزير الزراع الجميع في حضور واضح أردني يخاطب الفكر الإنساني وأريد هنا أن أشير أشرتي بالنسبة للزيت الزيت موجود في هذه البلاد ونقول الزيت عمود البيت لذلك اخترنا وفي فلسطين يقال الزيت عمود البيت لذلك اخترنا أنه قول موني لبيت أكون لبيت في فلسطين لأنه احنا بهمنا يعني بهمنا أنه احنا كما أهلنا في فلسطين يكونوا بخير وصحة وعافية إن شاء الله موني لبيت في فلسطين